وللمزيد عن ردود الفعل الأمريكية والدولية على التطورات في السودان ينضم ولينا من البيت الأبيض مراسلون هشام برار ومن واشنطن مراسلتنا وفا إجباعي ومن واشنطن أيضا مراسلون رابح فلالي أهلا ومرحبا بكم جميعا أبدأ معك وفا ما الذي تقوله وزارة الدفاع عن الجهود التي تجريها واشنطن لمسألة الإجلاء والاستعداد له نعم أحمد المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في القوات الأمريكية أكد في بيان للحرة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أجرى اتصالا هاتفيا بالبرهان أمس وبحث معه طبعا في الأوضاع الراهنة في سلامة الأمريكيين لسيما تعقم السفارة الأمريكية في الخرطوم وأيضا طبعا حثه على الالتزام بوقف اتلاق النار وخفض العنف وأيضا حثه على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية طبعا هذه الجهود تترافق مع استعداد البنتاجون والترقب لأي قرار يصدر عن البيت الأبيض أو الخارجية بشأن البدء بعملية إجلاء الرعاية الأمريكيين وطاقم السفارة الأمريكية من السودان مصادر البنتاجون تؤكد بأن القرار لم يتخذ بعد ولكن البنتاجون جاهز للتعامل مع هذا الأمر أيضا مصدر في البنتاجون أكد للحرة بأن الطريق البري سيكون الحل الوحيد المنطقي في مثل هذه الأحوال والأوضاع الراهنة للنقل أو لبدء بعملية الإجلاء المحتملة لأمريكيين وطبعا ما يتم بحثه الآن هو تأمين هذا المرور الآمن للرعاية الأمريكيين في حال تقرر ذلك وأيضا تأكيد من قبل البنتاجون بأن العملية الآن إذا بدأت لن تكون آمنة وستحمل كثير من المخاطر إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ضمانات من الجانب السوداني بعدم التعرض لأي قافلة أمريكية لسيما وأن قافلة ديبلوماسية قد تعرضت بالفعل الثلاثاء الماضي لإطلاق نار وبطبيعة الحال القيادة الإفريقية في القوات الأمريكية تتابع كل التطورات على الأرض نعم أحمد ابقي معنا وفاقنا نذهب إلى هشام هشام ما تقديرات الإدارة الأمريكية لعداد الرعاية الأمريكيين في السودان والراغبين منهم في العودة وفقا لوزارتي الخارجية الأمريكية وبالضبط لمالي فيها التي منحت إطائحات خاصة لمساعدي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قبل يومين هناك 16 ألف من الرعاية الأمريكيين في السودان معظمهم من ذوي الجنسية المزدوجة الأمريكية والسودانية 500 فقط منهم اتصلوا بالبعتة الدبلوماسية الأمريكية 50 فقط يرغبون وأبدوا الرغبة في مغادرة السودان نشير إلى أن الولايات المتحدة وسفاراتها لا تفرض على الرعاية الأمريكيين الموجودين في الخارج التسجيل لدى السفارة فبالتالي لدى السفارة الأمريكية فبالتالي يتكرر هذا السيناريو الولايات المتحدة غير قادرة على حسم عدد رعايةها في أي دولة في أي وقت بحيث يمكن أن يكونوا خرجوا من هذه الدولة واستقروا وأقاموا في دولة أخرى فهذه الأرقام تبدأ الأرقام الرسمية الموجودة غير محدثة لدى وزارة الخارجية الأمريكية هذا هو تركيز البيت الأبيض في هذه المرحلة إيجاد نافذة زمنية وأيضا مجال أمني يسمح بترحيلهم وإجلائهم من السودان لكن طبعا سيواجه ليس فقط المعضلة الأمنية بل أيضا كيفية التواصل بين السفارة وبين اللوجستيك الذي سيوضع في حال سمح الأمر بذلك لنقل هؤلاء حتى الآن يقول البيت الأبيض أن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وضع خطة لعملة الإجلاء لكن الرئيس الأمريكي لم يعطي بعض الأمر لتنفيذ هذه الخطة لماذا؟ لأن مسألة الإجلاء باتت تمثل حساسية بالنسبة للبيت الأبيض منذ المتاعب والتعقيدات التي شابت عملية الإجلاء من أفغانستان ومطار كابل فالولايات المتحدة لا تريد أن تغامر وهي الآن غير واثقة ولا تأمن بهذه الهدنات المتكررة التي يتم خرقها بشكل سريع جون كوربي منسق الاتصالة الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي أعرب بوضوح عن أن الولايات المتحدة حتى الآن لا تشعر بالثقة الكافية أن هناك التزام بالهدنة ووقف اطلاق النار يسمح بإجلاء الرعاية الأمريكيين قمعنا يشام نذهب إلى رابح رابح الجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى والجاليات العربية والإسلامية كيف تتعامل مع ما جرى في السودان في الأيام الأخيرة من شهر رمضان والأيام الأولى لعيد الفطر بالفعل أحمد بالنسبة للسودانيين الأمريكيين بصورة خاصة هناك أكثر من مصدر قلق واحد بالنسبة لهم بعضهم لوجود أجزاء من عائلاتهم وبعض الآخر لوجود عائلات بكاملها الآن في المرحلة الحالية تعيش في الخرطوم أو حتى قبل سنوات ولذلك مسألة الإجلاء من عدم الإجلاء وهل هناك الآن خطة أمنية باتت جاهزة من قبل الإدارة الأمريكية لإعادة هؤلاء للولايات المتحدة وأمنهم حتى داخل الخرطوم في الوقت الحاضر يتير الكثير من القلق بالنسبة للسودانيين الأمريكيين هناك مصادر قلق أخرى وتتعلق بأسئلة إمكانية تأمين مساعدات عاجلة الآن في الوقت الحاضر بالنسبة للسودانيين خاصة تلك المساعدات التي تتعلق بالحاجات الطبية الأساسية للمسنين ولمن يعانون من الأمراض المزمنة من المسنين السودانيين فبالنسبة لقطاع واسع من الجالية السودانية الأمريكية خاصة هنا في العاصمة واشنطن هذه واحدة من مصادر القلق الكبيرة بالنسبة لهؤلاء في الوقت الحاضر لا يمكن أيضا أن ننسى ذلك الضوء الرياضي الذي قامت به الجالية السودانية الأمريكية خلال سنوات المطالبة بالتغيير في السودان سواء من خلال التواصل المباشر مع أعضاء الكونغرس هنا في العاصمة واشنطن أو من خلال تلك الاتصالات التي كانت تكادت تكون بشبه متصلة مع الإدارة الأمريكية ودفع الإدارة الأمريكية من خلال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ولذلك بالنسبة للجالية من السودانيين الأمريكيين وحتى من العرب الأمريكيين الآن هناك مطالب أو مزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية بهدف اتخاذ خطوات أكثر صرامة مع رمزي أو قائدي الصراع القائم حاليا في السودان من خلال اتخاذ إجراءات أو سلسلة عقوبات جديدة من شأنها أن تدفع طرفي النزاع أو على الأقل قائدي النزاع إلى مراجعة ما يتخذ الآن من قرارات وإجراءات والتوصل إلى حالة من التهدئة على مستوى آخر أيضا أحمد بالنسبة للمسلمين الأمريكيين هناك قلق رئيسي ويتعلق الآن بحرمة شهر الصيام وتاني بأيام العيد وهو الأمر الذي يتطابق أيضا مع تلك الدعوات الملحة والمتجددة من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارجية بدعوة طرفي النزاع إلى احترام قدوسية العيد بالنسبة للسودانيين خاصة الأيام الثلاثة المقبلة والتي هي أيام العيد هذا هو الموقف الآن بالنسبة للسودانيين الأمريكيين في جانب وبالنسبة لعامة المسلمين والعرب الأمريكيين هنا في العاصمة واشنطن وبقية الولايات المتحدة من الأزمة في السودان أحمد من واشنطن رابح فدالي ومن وزارة الدفاع الأمريكية وفاة إجباعي ومن البيت الأبيض هشام برار شكرا جزيلا لكم جميعا وكل عام وانتم بخير